طبعا برحب الأول بيه الزميلة سهام ازايك سهام حلوة الزميلة دي الزميلة سهام مساء الخير كابتن هاني مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان مساء الخير وحلقة جديدة حلقة بداية الأسبوع من البيت الكبير اللي بنفتح فيه ممكن ملفات كتيرة جدا أكيد نهارده في ملفات كتيرة تهم حضراتكم بنوعاتكم إن شاء الله بأسبوع مختلف ومميز جدا لعشاء وجماهير النادي الأهلي اللي بيتابعونا في كل مكان طبعا لازم نبدأ بالمنتخب المنتخب فيه كلام كتير قوي حوالين الأداء يا جماعة أنتوا كلكم اتكلمتوا طبعا وكلكم حللتوا يعني بالرغم طبعا إحنا كنا كلنا منتظرين شكل تاني وأداء مختلف لكن زي ما تكلمنا في البيت الكبير على استعدادات المنتخب المصري وأن كمان كابتن حسام البدري فيه تصرحاته قبل المباراة كان بيتكلم أن الأجواء أفضل كتير جدا جدا حتى من السنة اللي فاته احنا عارفين أن المنتخب القومي ده يعني أول دي تاني تجمع ليه من سنة تقريبا نوفمبر 2019 كان فيه مباراتي كينيا وجزر أمر ويتعادلنا طبعا في المباراتين كنا بنقول لكابتن حسام البدري كان بيقول الأجواء أفضل كتير جدا عارفين لعبة النادي الأهلي والزمالك في أعلى فورما كمان اللعيب على أعلى مستوى ورجليها في الملعب بجانب طبعا المجموعة المحترفين كمان مجموعة المحترفين اللي جات طبعا باستثناء طبعا إصابة صلاح ربنا يشفيه إن شاء الله يا رب لكن على مستوى عالي جدا جدا مبارح يمكن في المباراة يستغربنا من شكل الأداء يعني الأداء كان أداء ما بين قصين كده أداء هزيل بصراحة لا يرتقل لمستوى فريق كبير زي منتخب مصر أمام فريقه أنا أعتقد أنه من أضعف الفرق الموجودة فريق توجه يمكن حتى وضعه في المجموعة بيقول كده لكن كنا نتمنى نشوف كرة أفضل من كده طبعا الهدف الوحيد اللي جيه طبعا يعني الوينش أحرزه بشكل جيد جدا الوقت اتأخر يعني كنا منتظرين حتى شرط الأولان يكون في أهداف لكن الهدف جي تقريبا في الديئة خمسين وكان الأداء عمتا كان غير مجمع يعني كنا بنتكلم كمان أن الأجواء كانت متاحة أن نشوف كرة أحسن من كده ودايما خلونا نتكلم بكل أمانة احنا بننتقد اللي احنا بنشوفه لكن في الآخر طبعا احنا سبورت للكابتن حسام البدري وجهاز المعاون سبورت لللعيبة بالرغم من بعض المشاكل اللي حصلت يمكن داخل الملعب قبل المباراة وبعد المباراة في أوليس كتير جدا حصلت ما تبشرش بخير